قال مندوب اليمن في مجلس الأمن الدولي خالد اليماني أن الحوثيين يحاولون إجهاض اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في السويد وأكد اليماني خلال كلمة له في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت بشأن اليمن أن 434 انتهاكا حوثيا لوقف إطلاق النار سجل في محافظة الحديدة من قبل الحوثيين منذ توقيع الاتفاق